البناء بقى دائما فيها اجتهادات اطلاقا شوف بقى انا عامل كتاب انا واحد علم اثارة ومار كلينار تخصصتها نهارا الكتاب ده قدي كده في حوالي 660 صفحة بالزبط النهاردة كنت بشتغل فيه الكتاب ده النهاردة الكتاب ده احنا بالتفصيل الحجارة كانت فين الحجارة كان بتبعد 300 متر عن شوفوا لك حاجة بقى يعني اديني ورقة من ورقة دوره بس انا قاعدة الهرم اهي جال مصر القديم عامانها مربعة كان بيعرف يعمل مأساة وازاي يعمل اتجاه الشبالي بالزبط وقام امحافر في الصخر وقام عامل قاعدة الهرم 8 متر ارتفاع من الصخر نفسه وقاعدة دائما هي بتاخد اكتر حاجة اللي اكتشفنا ان لازم الحجارة كلها اللي اتبنى بقى الهرم اتخذت من هذا بقى وطلعنا المحجر فيه 300 متر من الهرم تمام عملوا طريق عشان يبقى طريق ثابت بيتصر بالنحية الجنوبية الغربية للهرم وابدقوا بقى يقطعوا الحجارة ويهزبوها وينقلوها كان بنقلوا طيب ورصها بهذا السبب يعني انت دلوقتي هات حجارين وهزبهم وحطوهم حيلزقهم بعد كده كان بنقلوا كل ساعة 34 حجر يبقوا كل هذا الزمن طبعا بعدين بقى بيجي بقى هو يحط حجارة فوق القاعدة كبيرة ويبدأ يحفر الجنب اللي هو يعني هي زي الحجارة متمسكة على بعضها بهذا الشكل ايه نظرية؟ نظرية ان انت انت اعمل سموز والضبو والسيرفز التاني وحط الاتنين فوق بعض هيلزقوا ما تدرس تشيلهم من بعض حتحط ايديك انت الجنب تيجي تشيلها مش هتقدر فالحجارة كلها اللي اتخذت دي حجارة كبيرة فوق القاعدة وحجارة صغيرة انت بقى عمل الكوريدور السفلي مئة متر حفره داحت الارض وبقى بنى الجرانجالر البهو وحجرة الدفن وحط التابوت وبقى يحط الحجارة فعندك حجارة صغيرة وحجارة كبيرة اذا الهرم مليان فراغات نتيجة لطريقة البناء واحنا عاملين بالتفصيل وانا بكتب يعني شوف بإذن الله في خلال تلت شهور ان شاء الله هيطلع تمن أجزاء اسمها الموسوعة الأهرامات المصرية موسوعة موسوعة الأهرامات المصرية تمن أجزاء فيها كل ما يخص أهرامات مصر اللي عددهم وصل حوالي 120 هرم وطبعا هل سيتم الكشف عن أشياء لم طبعا احنا عندنا مشكلة في مصر عندنا كتاب عمل المرحوم أحمد فخري باللغة العربية ولازال أغلب طلابنا باعتمدوا على هذا الكتاب لكن هناك في علم الأهرامات وفي كل منطقة أسرية اكتشافات جديدة غيرت في كل التاريخ فأنا قلت إن أنا مهمة قوي الكورونا دي جات فايدة لي خلصت تاريخ حياتي حوالي يمكن ضخم جدا برضو كتاب 16 صفحة 16 شابتر بإيدي وجبت الأستاذة زينب عبد الرازق رئيسة تحرير الدوان هي بتعمل والتصحيح والحاجات دي كلها وعلى أكتوبر بإذن الله هينزل الكتاب والموسوعة الأهرامات خلصت بقولك كل 3 شهور 3 شهور وأنا بشكر من خلالك الأستاذ محمد إبراهيم اللي هو اللي بيملك نهضة مصر رجل محترم جدا وقولك أنا مش عايز أكسب أنا عايز أعمل كفية إن الموسوعة دي تطلب عايز أعمل الكتب دي عشان أولادنا يعرفوا تاريخنا وحضراته وبالذات الأهرامات اللي محدش عارف عنها حاجة ويبقى كل التفسير بقى بتاع بناء الهرام بقى ما عادش بناء الهرام ما عادش نقولك إزاي أو الفكرة دي احنا طلعنا كل الأدلة العلمية اللي بتثبت كل ما يخص بناء الأهرامات تمام